تحية ببداية حوار أونلاين للليلة مني جورج العلية وإلى تحية كبيرة أيضا لكل الأصدقاء المشاهدين والمستمعين من دون أن ننسى واقع البلد المالي والاقتصادي والاجتماعي المتهالك ثلاثة عنوين تظل للمشهد السياسي اللبناني أولا مسيرات حزب الله وتداعياتها الداخلية وانعكاساتها على مصار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ثانيا تشكيل الحكومة المجمد بعد انطلاقه مع أول تشكيلة سلمها ميقاطي إلى عون ورد الأخير عليها وثالثا معركة رئاسة الجمهورية المفتوحة على مصرعيها وعلى عدة جبهات كل هذه المواضيع سنناقشوها في حوار أونلاين مع ناشر موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل أهلا وسهلا فيك أستاذ سيمون بستوديو واحد ببرنامج حوار أونلاين تحية كبيرة لألك لي زمان ما استضفتك على هذه الطاولة مش الحق عليك ولا الحق عليك ما كانت عم تسائب لموعيد بيناتنا اليوم حلقة دسمة كتير وفي عنوين كتير كبيرة بوقت لبنان عم يمرق بمرحلة مفصلية خطرة بتاريخه يمكن من مئة سنة من وقت تأسيسه لهلأ رح نعالج المواضيع أنا وياك مباشرة على الهواء بأولوياتها مثل ما محضرينها لحلقة الليلة بس أنا وياك كمان ما نرحب بكل المشاهدين والمستمعين اللي بيواكبونا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التويتر العنوان هو حوار أونلاين اللي بيشوفونا عم بيشوفونا لايف بالصوت والصورة على vdl.me فيهم يتصلوا فينا على أرقام الهاتف 01-325-555-76-611-0-03-005 فيهم يبعثوا رسائل على الواتس أب 76-611-001 مباشرة إلى مواضيع الليلة وبدي بلش بموضوع له كمان تداعيات على المواضيع الداخلية هو موضوع ترسيم الحدود على ملف تشكيل الحكومة خاصة لأنه خلق بلبلة بالأوساط بعد المسيرات التي أطلقها حزب الله باتجاه منصة كاريش هذا الموضوع أخذ جدل كبير بالداخل ويمكن ما بعرف إذا ممكن نوصل فيه لحرب بين لبنان وإسرائيل ولا لا هلأ رح ناقش أنا هادي الموضوع ما هي انعكسات هادي المسيرات أول شي على الداخل اللبناني شفنا لأنه بيان كتير مهم صدر عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية وشفنا ردود فعل مش كتير مرحبة من قبل حزب الله والفريق اللي بمون عليه خليني لك تحية وأنا سيد جورج يعني بتشارفكم ضيفك خليل ليك أنت يعني إعلامي ناجح ويكفي أن تكون يعني من عائلة كريمة فيها موظف قدوة هو شيئك يعني اللي عم يتعرض لاتهمات أنت اللي عم محب بسي مش محب أنا ما بعرفه لأخيك أنا عم بحكي وقائع جون علي اليوم رمز إلى الموظف يعني أنا بقول موظف يعني بفخر لأنه بي كان أرح مؤسس مدرس موظف بعض بيقلك موظف عم يحكي يعني بنوع من الفوقية يعني هذا الموظف يعني ووظف كل إمكانياته لصالح البلد للدولة هذا المعنى فيها بالنتيجة شخص مثالي شفاف عم يضطهد من زعران هذه المنظومة لأنه عم يقول الحقيقة لأنه عم يحكي ضميره تحية لأله تحية لألك أنا بس كلمتين بهيدا الموضوع يمكن ما بعرف إذا هيدا الطبقة ولا مش هيدا الطبقة هيدا المنظومة ولا مش هيدا المنظومة بس الظروف اللي حاكمة والمتحكمة بالبلد اليوم بتتوب الموظف الآدمي يكون آدمي يعني بتوصل لمحال بتقل له أنت ليش آدمي يعني بتخطب موعة أنه غيرك عم يستفيد غيرك عم يتقدم أنت عم تتطوّق أنت عم تضطهد بيطلع لك مثلا الناس أنه مثل ما اليوم عاملين أخبار يعني بحقه من قبل وزير العدل هادي يعني هادي هادي اللي شايفين الفساد وعايشينه هادي اللي كان كلهم مفترض يكونوا هنا على يعني على أوصل محكمة للمحاكمة اليوم بيعطوا رأيهم يعني بيتطهدوا موظفين تحية لأله تحية لكتير موظفين شرفاء يعني بعضها الإدارة وقفعة يعني على ضميرهم المبؤول والمعنى المجازي شكرا لألك أستاذ سيمون لا مش شكرا عم بيحكي وقع ما عم جاملك أنا عم بيحكيك الوقع أنا قبل ما أكون عندك هلأ ما أعرف بس قبل ما أكون عندك حكي غير محل ومن كذا شهر عن هذا الشخص راح نفوت نرجع للمسيرات شو إنعكاسة على الداخل اللبناني اليوم شفنا رئيس مئاتي حزب الله هو الأساس هو حركة أمل بتسميته وبيوصوله ليكون رئيس مكلف أول ما صارت قصة المسيرات شفنا هذا البيان الشديد اللهجي يعني غير مسبوق تجاه حزب الله يعني أنه رئيس حكومة ووزير خارجية يأخدوا هايك موقف مش كتير إذا بدأ نقول إنه هايزة الفريق يعني سعد أعرف لك نجيب مئاتي يعني هو من رحمة هايزة التركيبة أكيد بدو يحكي هالكلام يعني يبين مستغرب إذا حكي ليش؟ لأنه معتبرين اليوم إنه نجيب مئاتي قد ما يطور حاله قد ما يحاوله بيض حاله بعيدا عن اتهاماته بطبيدة الأول بالنتيجة يبقى رئيس حكومة أمصان السود اللي إجا بظرف معين كتير فيه قهر وتدمير للسيادة والليوم ما حقق أي نتائج إيجابية اليوم تحت ظل عقوبات أمريكية ضغط أمريكي محاولته هو استرضاء الشارع العربي الخليجي أصل يعني هذه الدول ليكون بهذا السيستام مطولا حكي هذا الموقف هو بيعفنه موقف بيقطع بوقته يعني ما قاله مفعيل فيه عوده كتير مثلا فيه بعد منا يعني مسيرة كمان من يومين ما حكي هذا كان موقف هذا أي كان يعني ما أقف لابد منه هلأ بالشكل جيد أنه البلد عم بقول لا لحزب الله يعني إيه لا بس بدك تشوف أنت بعدين استمرارية يعني كيف نحكى بالموضوع كيف حكي كمان يعني فريق القريب من 8 أذار ما بفيك توقف على موقف أنت يعني كمرائب أنا كمرائب على موقف واحد يعني هذا الموقف بيطلب إجراءات أو يعني يتخذ بمدى أوسع أنه موقف يتيم أنا ما بوقف عنده يعني حزب الله بيعرف أنه بيطلع هايك موقف يعني في توزيع أدوار ولا لأ هناك مثل ما عم بيقول الحزب الله ضغط يعني أوساطه عم بتقول أنه ضغط على الجانب الرسمي اللبناني بهذا الموضوع لياخدوا هايك موقف أكيد بيعرفوا هني أنه الغرب يعني بمعنى المجتمع الدولي بإمن بقرارات الدولية رغم كل تعديات إسرائيل على السيدة اللبنانية نحن أنا عم نحكي كمرائبين بموضوع الفعل الفعل اللي صار بيطلب ردة فعل طبيعية حزب الله ما بيقبل حدا يعترأيه هلأي بشكل ضغط يعني أنه بأي قد شي بدنا نوضحها يعني هل أنه موقف ميقاتي بيعمل ضغط هالمسيارات بتعمل ضغط يعني هيك باتجاه أنه تصويب المسار المفوضة باتجاه تأمين مصطحة لبنان يعني الخوف أنت اليوم بتعتبر هاي المسيارات عجلت بملف الترسيم والله هي عم تعقد ملف الترسيم مثل ما بتقول إسرائيل حزب الله عنده انتباع يعني مكون انتباع نتيجة دراسات وتحليد ومتابعة أنه الغرب اليوم بحاجة للغاز العالم ما فيها تعمل حرب إسرائيل بحالة أنه حكومة انتقالية أو تركيب حكومة جديدة ما عندهم قدر على شن حرب بهذا الوقت بيقدر يسجدوا هيدا الهدف بدنا ننطر شوف شو نتيجته هذا الهدف كمان ما فيك تصلوا عن نقطتين نقطة هو رسالة إيرانية على أبواب لقاء كبير البعد بين رئيس أمريكي جو بايدن وبين قادة يعني قادة قادة العالم الإسلامي السياسي قادة على عربيين يعني محورون أو محورية هذه اللقاءة هو وليد أحد السعودة محمد بن سلمان بمعنى بمعنى مفصلية بمعنى 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 سيكون قاعد الأمير محمد بن سلمان إلى جانبه رئيس السيسي بما يمثل من حجم موضوع في هذا الواقع العربي السنة وكذلك أردوغان رئيس التركي وأمير قطر وقادة الخليج يعني محمد بن زايد الأمير الجديد للإمارات في واقع جديد أنه اليوم في وحدة في مواجهة إيران يعني سيكون في عندهم هلأ أنه كلام أنه نحن اليوم فينا نقول لأ أو إيه تغيرت الخليج النقطة الثانية أنه بعدنا بنقطة الأولى أنه إيران عم تقولون أنه أنا هون إذا رحين على أتفاق ما فيكم تطرقون أنا فيني أعمل بالمنطقة يعني اشتباكات وفوضى وحزب الله زراع له اللي واضح النقطة الثانية إيران عم تقول أنه أنا اليوم اللي مضروبة اقتصاديا عنده أزمة اجتماعية وعم بيصير عنده مظاهرات كمان ما بخليكم تطلعوا غاز إذا أنا ما عم بقلي تطلع غاز وبيعوا لصالح داخل وعليش وضع يعني ما أقدم على حزب الله برسائل إيرانية لمصلحة إيران ولا رسائل لبنانية يعني أطلقها حزب الله لمصلحة ملف الترسيم الحدود هك باختصار بهذا العمل بهذا العمل بعد ما كان أمين عام حزب الله السيد حصل نصر الله قال أنا وراء الحكومة من شهرين ما تغير شيء بهذا المنحة اليوم تطلع مسيارات ويقولوا نحن عم نصور بأداء الحكومة يعني كان ممكن يكون من خلال التفاوض من خلال المواقف يظهر يعني يقول الحزب نحن مش راضيين مطلوب من الدولة الليبنية تحدد مواقف أكتر إجا أموستوكشتين وما اتفقنا نحن وياه أو العرض اللي قدمته هو تقدم له عرض لأموستوكشتين أنه أنه قال أنه الإسرائيليين عملوا مسيح لكريش جوة وبحر يعني وماء وبيّنوا أنه فيه غاز وبلش وصاروا وحاطينوا ثلاثة مليار دولار تطلعوا غاز بقانا الليبنين عمل مسيح جوة بعض مش عمل من تحت مش عارف شو حجمه شو كمية يعني الإنتاج اللي بتطلع منه من هيك الليبنين طالب أنه يأخذ جنوب خاطة 23 860 كمتر صح الحزب ليس راضي بس الحزب هون بما أنه ليس راضي بما أنه ليس نعون هو حليفه بيقدر يروح بالتجاه أنه يطلب مننا جمهورية أو ينزمه بتلمتير نزموا بأرارات بديها الحزب أنه يقول النقطة 29 مثلا هي نقطة الحدود الرسمية بس ما عملها ما عملها أنه اليوم فإذن ما حصل بمفهومة أنا هو لصالح إيران بلحظة يجي أرار إيراني وقتروا الأجواء طلعت المسيرات لأنه لو كان الصالح اللبناني أنت بتسبقه بموقف يعني أنت مش مع الموقف اللي بيقول أنه هذه المسيرات ستعجل باتفاق خاصة أنه رئيس الجمهورية يحكي عن أجواء إيجابية جدا وفي أجواء بتقول أنه ممكن يصير خاصة هكستين يمكن يرجع على المنطقة ما رح يصير أي تفاهم ما رح يصير أي تفاهم بالأشهر القريبة رغم كل كل الضغط يعني الدولة لبدأ استخراج الغاز النقطة الأساسية اللي بدون يعرفوه أنه المنطقة هذه لم تعد منطقة أنه قاعدين هني عم يتقاتلوا مثلا مع حزب بالداخل يعني أو عم يعملوا ضغط بالنبطية أو بقليم التفاح اليوم النبأ ثاري تحت النظار الدولي يعني غاز أوروبا اللي هي خسرت مصدرة من روسيا ويعني وأوكرانيا والتات كالمناطق بدأت عوضوا من هون ممنوع يصير فيه غلط لذلك حزب الله ما فيه يحمل غلط إذا هو أقدم عليه إنما طلب إيران ما فيه رده فأقدم على إطلاق المسيارة طيب خلينا نرجع للداخل البيانة الخارجية عبدالله أبو حبيب هل هذا البيان معزول يعني فريق رئيس الجمهورية ما قالوا علاقة فيه يعني شفنا كلام للرئيس عون إجابة عن المفاوضات وشفنا البيان لأصدر رئيس مئاتي بهذا الموضوع هل رئيس عون يعني ما قالوا مونق وزير بصريحة يعني بطريقة تانية وزير الخارجية مين بمثل بالحكومة اليوم نحن نعرف هو من فريق رئيس الجمهورية صح بس أنه بالموقف الدولي بالموقف الرسمي بدون يستنكر إذا استنكروا يعني زهاب المسيارات فوق كريش معناتها اعتراف أنه كريش أرض إسرائلية احتلال فالسطيني هايمن صهيوني معنات اعترفوا ويضاف لقالهم أنه مش بس اتنين حكوا من هذا المحور كمان نائم رئيس مجلس النواب اللي اسمه صعب كمان بحديث من يومين واضح كان لندق الوطن بقول نقطتين بقول نقطة أنه هو مع عدم إبقاء وزارة الطاقة مع التيار بقول مسيارات لم تكن في الوقت هو لا يؤيد إطلاق المسيارات أنه فيه اليوم الحسابات الدولية في كتير بيخدوها بعين الاعتبار أنه ماذا ترتب من إجراءات من عقوبات أنه اليوم يعني بدي أقول أنا يعني مع كل يعني هيك الواقع اللي هو مكشوف طيب أنه السفير عبدالله أبو حبيب شخص جيد ويعني أقوله عاقل ببلجيكا سجل موقف أنه بموضوع النازحين أنه مدام ما تعطونا أموال اللي روح وعطوهن حطوهم بسوريا وعطوهن يعني يعني عم نحكي بالمبدأ طيب نيو عبدالله أبو حبيب معه جنسية أملكية تأخذوا عن أعتبار طبعا يسمه صعب يعني اسمه كان من الأسماء المدلش مصالح مئات مئات يعني عندك كمان عملية تحريك ملفه الميل اللي هو مش طارق ما قاله علاقة بلبنان حتى مقاربة لبنان الرسمي لأنه هو الرئيس الجمهورية هو المكلف بهذه المشاورات مصلحة كمان مصلحة مين عم نشتغل اليوم مصلحة رفع عقوبات أو تجنب عقوبات بهذا الملف في التحديد لأنه ضاعوا اللبنانية فيه طبعا يعني اللي عم بيصير أكتر من باب طبعا إذا فيه بالمستقبل تسوية وفيه تفاهمة بده يكون حسب الله هو له الأساس هو يسم السياسي إذا رايح المنطقة على واقع جديد يعني اليوم بعتقد أمير 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 دولة إمارات متصل برئيس حكومة إسرائيل أو رئيس دولة إسرائيلية أو هدك متصل فيه عم بهنيب الأطحى وحكوا أنه بدنا نوسع اتفاق إبراهام بكرة بعد بكرة بعد سنة بعد خمسة بعد عشرة لو مش لو مش الاتفاق الإيراني استاذ لو مش الاتفاق الإيراني اللي كان عم يشتغلوا عليه كان بعد خطوات الاتفاق إيراني اللي هو بيعمل إيران شريكي بالأمن مع أميركا بالمنطقة إلى جانب الخليجيين وبفضوا حالهم يعني بيطبعوا الوضع تيروحوا نحو الصين بيكونوا أملوا نفط إيران كان فيه رؤية بتقول هذا أنه منتوجه نحو انهاء الاتفاق انهاء الخلاف مع إسرائيل طبعا كان عم منطلح إنشاء علاقات إيرانية إسرائيلية أكيد كان لحي يجي وقت بلحظة بعد خمسة بعد عشرة سنين اللبنان يكون على هذا الخط تمرجح الحزب الله على السقف اليوم بالنتيجة المنطقة رايحة على أو الجنوب اللبنان فيه واقع مع الإسرائيل فيه حدث بده يصير يده يصير فيه تطور بهذا السراء بهذا الخلاف نحو حل متدرجي أنا عم بقلك هيك الأمور رايحة مشان هيك بدك شوف حزب الله وقته واني طيب خليني أرجع على الداخل اللبناني من باب ملف تشكيل الحكومة بس أنا وياك بدأ نرجع نرحب بكل المشاهدين والمستمعين لأنه نحنا برنامج حوار أونلاين يعتمد على مداخلاتهم بدفوت بعد أصدقائي المشاهدين والمستمعين على ملف تشكيل الحكومة بكل تفاصيله بدفوت على ملف رئاسة الجمهورية وارجع من خلال هاودي الملفين ارجع للمواضيع المعيشية والاجتماعية والغلاء الفاحش اللي عمي طال كافة القطاعات بالبلد بدي مشاركتكن وبدي أراءكن وتعليقاتكن على كل المواضيع اللي رح نطرحها الليلة أرقام الهاتف 01-325-555 خلاوي 76-611-003 على الواتس أب فيكن تبعتوا مداخلات مكتوبة مداخلات مسجلة بالصوت فيكن كمان تتصلوا فينا على الواتس أب على 76-611-001 كمان فيكن اللي عم بيشوفونا لايف على الفيسبوك يعملوا تعليقات ومداخلات على مسار حلقة الليلة ضيفي الصحافي ناشر موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل بانتظار بعتقد معي مداخلات صوتية أول مداخلات صوتية مساء الخير مرحبا ميسي جورج أهلا وسهلا المو من كندا شكرا نوصل خير نعم أول شي كنا احنا زعلنا ميسي سيمو ما نجح يعني كيف زعلنا بس هيدا الانون الانتخابي هيدا مبعث كله غلط السيطان كمان بعدين في شغلة ميسي جورج حضرتك حضرتكم موارنة بيت علية موارنة موارنة أنا بتمنى موارنة وبرحي وبتمنى على كل النواب التغييرين والمعارضة أنه يرشحوا مش جان علية لرأسة الجمهورية أنا مش مجاملة مش مجاملة هيدا الواقع يعني عم تعملوا مشكل أكبر لازم تكرر الجمهورية هلا عم تعملوا مشكل أكبر هلا بحطونه شي بالسيانة بقولوا عم تعمل أكبر يمكن نحنا مظبوط موارنة بس لن الناس لقلال بالموارنة اللي ما بيحلموا برئيسة الجمهورية ها أنا بغاست هلا بعدين في شغلة جورج بس فليس خليني كمين فضل اليوم النفط والغاز مش راح نشوفه نحنا بوجود حزب الله إذا ما راح يكون فيه هدنة أو تطبيع مع إسرائيل ما راح نشوفه الغاز والبترول يعني لأنه وقت كان الهدنة عامنينا مع إسرائيل بسنة 48 كان لبنان اسمه سميشرا الشرق يعني ليش هالفترة لما كنا عامنين هدنة مع إسرائيل ما كان فيه مشاكل كانت البلد بالجنة نحنا لو منرجع على الهدنة الغاز والبترول هلأ مناخده بس بوجود حزب الله مش أحنا ياخده وما فيه أمل بشي إلا ما يشيره لحزب الله تنقدم مناخد غاز وفترول منسي كتير لألم بدي أشكر مدخلتك عندك تعليق على لا بشكر بالموضوع الشخصي يعني بقدر أنا تعطف معك وتعطف معك بدي أقل له أنه يعني مضبوطة عم بقوله بموضوع الغاز يعني هذا اللي عم بيصير يعني إذا ما انتهت المرحلة يعني أنه نقول الغاز ضلعب على سنة وسنتين ثلاثة ونعمل صندوق سيادة وننبلش يعني الدولة البنية تعالجها العالم وتحسن وضعها الطب الإجتماع مش واردة يعني فيه إشكالية فيه الموضوع العام نحكى بموضوع أنه نقسم الغاز ونعطي كميات كل هاي اقتراحات يعني فيه نقول مش عم جامل لأنه جامل يعني فيه نقول اقتراحه وارد حسب قضية إيران على التعطيل وفينا نقول أنه قديش مثلا بيسير في ضغط على إيران وتسلم بهذا الموضوع قدي نعكس هيدا الملف على تشكيل الحكومة اليوم شفنا جمدة العلاقة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب مئاتي وحزب الله من ورا هيدا الملف صار في توتر كبير بالعلاقة نحكى عنها نوعا ما بالإعلام من خلال بعض المقالات بعض التسريبات ونحكى علنا يعني أوساط قياديين بحزب الله حكيوا عن هذا الموضوع تأثر ملف تشكيل الحكومة باللي صار بملف ترسيم حدود ما كان رايح رئيس الحكومة المكلف محفظ الألقاب لكلب اللي نحكي بمسلقون نجيب مئاتي نحو تشكيل الحكومة نجيب مئاتي بيعرف أنه أو يعني أنه هلأ الوقت مش مساهم يعني ما بساهم ما بساهم بهذا الوضع استاذ جوج بعد اتفق الضوحة 11 دول اللي كان يتراي اتفق الضوحة أخذت حكومة 8 شهر اليوم على أبواب انتهاء عهد حكومة كنت فريق بحب الحب اللي عزز حاله فيها أكيد الرئيس مئاتي لو ضامن أنه هو حيتعوى معه التار الوطن الحرق أو يعطيه ممكن سهل الأمور كان هو اتفق مع جبران جبران اتفق معه كان جبران بسين سامي وهو وعده ورقه ومع هذا كان ممكن يختلفه من هذه النقطة الأساسية أنه رئيس مئاتي حاول ياخد وزارة الطاقة حيث مثالية وزارة الطاقة من التيار الوطن الحر وهذا شغل كتير منيح سواء هو أخذها أو غيره لأنه الفساد والفشل بهذه الحقيبة عم نشوف نتائجها بالعطم اللي عم تسير وبالأموال اللي صرفت وهو درت وانسرقت بهذا الموضوع دون محاسبة فأصلا أخذها من التيار الوطني مش من المسيحيين من التيار الوطني أخذها على هالأساس أنه يكسب الرأي العام أنه عم يعمل خضة وعم يكسب الرأي العام من خارجي وبنفس الوقت وان راح فيها أنه بديو يعطيها للطايف السنية ليش؟ لأنه بالطايف السنية يكسب وجدين الطايف السنية يعني أول حاله سنيا هاي دي كلها كانت على حساب تمثيلية هاي كانت صح قبل الانتخابات هاي تمثيلية بالتوازن ما تجرى يقدم نحو السنائة ويحصل يطالب بوزارة المالية حيث وضع على وزيرة السابق الأسبق مع علي حسن خليل عقوبات نتيجة أنه ألف ساد فأزلا عملية الحكومة هي تمثيلية كل واحد عم بأرشل يعني أسرع أسرع يعني أسرع عملية تشكيل بعض الاستشارات غير الموزم يدغي حمل الورقة وطلح على يعني سابقة مش سايرة هو ما قاله حق ما قاله حق مش عم تشكك ابنوية معروف رئيس ما قاتل شو صفته بالمجتمع الدي بين أصحابه والعالم بس أنا شو شو صفته الصفة اللي هي رديفة لمناور يعني براجول السياسي لازم يكون مناور مش إلى حد تكذب هيك بدكيها يعني نحكيها بصراحة نقطة أساسية يعني أنت عم تقول عن رئيس الحكومة كزيب طب قام قول عن رئيس الحكومة كزيب يعني إحنا بهالبلد موجوعين في قلنا على الناس سرئين وحرامية وفسدين أنه أنا مجاية أعمل بطولات أنا مثل أي مواطن بالنتيجة موجوع نتيجة الأزمة عندي عائل شو مصلح عندي أهلي خلني كمل خلني كمل أولا نجيب مئات إذا بنكون جديين بالكلام يجب أن يحترم رئيس الجمهورية مش شرعه نجيب أن يحترموا يتدقش معه بالموضوع مش بطلع بقدم له تشكيلة هيدا ما هو قدمها سربت لا 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 سربها فريق رئيس الجمهورية درجة العادة درجة العادة إنه بتناقشه بشكل الحكومة باللونة التكنقراط سياسية 30-24 في قلية يعني يمكن هي بتكون بهذا عم تشوفك المرات القليلة عم تدفع رئيس الجمهورية هيدا هيدا بيكونوا عم تناقش ويكونوا عم يعملوا صفقة مش إنه عم بحكيك أنه عم يحكون إنه دستور ونص وعم يحكوا شفافية بس بالخطوة الطبيعية ايه تجوز لأيس الجمهورية هو فيها معني تمنه جدي يعني هو ناوي يعمل مشكل مع ميشيل عون طيب هيدا المشكل يربحه سنيا ويطلع العالم ويطلع التغييريين ويطلع الغرب وعلى الخليج أنه أنا قتلت ميشيل عون ميشيل عون صحيح معركة وهمية ميشيل عون اليوم إذا بدك يعني بتشيل مثلا مباعف عقربة من الماء أو مباعف بتحط بارقة ماء بتصير تنازع بس أنتوا عم تقدم عليها بطاقص ميشيل عون يوم عم بنازع انتهى ميشيل عون هو طياره بعد أربع سنين ما عم بقلك ميشيل عون طياره ربح بالانتخابات جب انتهى هو طيار أنه يقدر يتحكم باللعب السياسي اليوم ما في شك أكل بوكس وقات اللبنانية جابوا أكتر منه جابوا بالعدد يعني بالعديد الشعبة وبالعدد نيابي النقطة التانية التغييريين عملوا خرق صار في واقع جديد بالبلد يعني الطيار معروف كيف أي أحزاب بأي أصوات فاز خلنا نقول أنه انتهى بس اليوم عندك جبران متحرك عنده طاقة سلبية هذا الكلام عم قوله أنا أتقالك أنه عم يعمل مشكل معمي شنعون تيقوى هزا العصبية بس ما إلو حق هو يتجاوز هزا الواقع يعني بمعرق جمهورية رح تابع بهيدا النقاش عندي كتير مداخلات صار يلا رح نبالش فيه خلنا نروح على مداخلات المستمعين والمشاهدين أول مداخلة مكتوبة مثلا خير أستاذ سيمون برأيك ممكن يكون فيه اتفاق بين المنظومة أنه ما في حكومة بدي جواب سريع أكيد ما بدون حكومة أي حكومة بدون يعطوا فيها حصة لم يشنعون إذا صار فيه فراغ بيكون متمكن فيها ما بدون يعطوه مداخلة الصوتية مساء الخير من معين أهلا وسهلا تفضل قليل نور الدين معكم أهلا أسأل مسيو أبو فاضل تفضل نحنا تقريبا بعد شخص أصابيع بتصير الذكرى السنوية التانية لانفجار مرسا بيروس ونحن كنا متأملين أنه من بعد ما فاتوا هالنواب التغييريين على البرلمان على القليل نشوف صورة مثل اللي شفناها من وقت كان فيه انتخابات البنيابية بالخارج وشككوا بكيف وزير القارجي وطرحوا الثقة وطلبوا طرح الثقة وقالوا ما هنالك كل يوم شايفين أنه نحن فيه وزير مال وموقف كده العملية لأنه كامش مرسومة بالديوم دي طب ما بيتلاقى كتلة تقدر تقول يا أخي طعولا نطرح ثقة بها الوزير المالية وبأداءه يتجتمعوا كلهم لحتى نشوف كيف ممكن نمشي بهيك شغلة أو برأيه أستاذ سيمون بما أنه محسوب على الرئيس درجة هيدا ما بيندق فيه هيدا سؤاله سؤالي الثاني شو رأيك يا أستاذ سيمون بالصورة اللي كانوا وعديننا فيها التغييريين أنه نحن ناطرين لنفوت على البرلمان لو تصير نحاربهم من جوا بالمؤتسات بعد شويش اثناءهم أسبوع الماضي يمشوا بالطريق من وزارة الطاقة لوزارة الاقتصاد وجمعوا الناس ومعهم نشوفهم جوا بالمؤتسات عندما يعملوا شيء يعني السؤالين تقريبا بيصبوا بنفل شكرا شكرا لمدخلتك يعني أنا مضطر أحكي بصراحة يعني أنه أنا كوني بصراحة وباقتضاء باقتضاء بأمك بأمك جديد لا حتى ناخد لا ما هلأ أنا كوني كنت مرشح وما نجحت ما بقول ما حرفنا الحزيرة قرار الناس وهذه حسابات ما نجحت ما بدي كثير يعني أصلخ بالعالم وبالنواب بس أكيد أكيد يعني أنا بقول عن حالي أنه أنا رأي أنه مطلوب أكتر هلأ بموضوع تغيريين ما بنا نحملهم كل يعني كل الصائر اليوم بس عندهم مطلوب أنهم يعملوا أداء أحسن أفضل جدة أكتر ما يكون فيه عملية يعني اليوم حسابات جانبية يكفي أن يكونوا هني بموضوع القضاء بموضوع الاتصالات بموضوع المرفع جديين يمكن بعض منهم بموضوع السيادة عنده خلفية يسارية ضربة فيهم ما فيه مشكلة بس عندنا قطعا تحكي عننا أنت أنا معك فيها أنه الموضوع الليه علاقة بتحقيقات المرفع أكيد لازم يكونوا جديين أكتر يعني أنا بدش تشكرك حولهم الموضوع الليه علاقة بموضوع الاتصالات بغير وعود لازم يعملوا أكتر هني وغيرهم وقالت لك أنا محرج أقول هالكلام أنت ما ينفهم مع أنه أنا ما كنت على مزاحمة مع أحدا منهم أنا كنت بغير دارة بغير منطقة النقطة الثانية مضبوط وكنا عم نقولها بالرئيس ميقاتي قبل شوية أنه لم يتجرأ أنه يقدم سوق وزارة المالية هو بيعرف رئيس ميقاتي أنه موضوع تشكيل ألهاء العليا لمحاكم التمييز مرتبطة بتوقيع وزير المالية لمعطل هذه التشكيل يعني أولا علي انتزاع هذه الحقيبة من وزارة من عند الرئيس برين هلأ طلع كلام ما بعرف مين ومين قاله يقال أنه قوات اللبنانية والكتائب والمستقلين عندهم رغبة بالمستقبل أنه بس يكون في حكومة أنه ما تكون حقيبة المالية عند الرئيس برين أكتر من سبب منها عدم تعطيل هذا الواقع يعني اللي عم تقوله مظبوط نحن بعضنا محلنا أنا بقدر إليك أنه تحيات المالفق فاتت بالضياء وما في إلا حل بالمدى الألي مداخلة صوتية جديدة مساء الخير من معي يعطيك العافية الله يعافيك حسن دي بالجنوب إليك زمان ما طلعت معنا تفضل بسبب المات يعني مش أنه أنا أتصل تفضل بنا ننتبه لطبيعة المشروع نظام الإيراني هو يحدث إلى تدمير الدول إذا موظف نظيف حزب الله يعمل على ضربه وإطلاعه لماذا؟ لأنه بيثبت منطق الدولي ومنطق المؤسسات هو يعمل من وراء ومنذ الخلف مئاتي لو ما كان يمشي بظل حزب الله لا أبعوه عون وغيره وغيره وهذا الأمر يجري ليس فقط بلبنان إنما بالعراق إنما بسوريا باليمن وبناء عليه لازم نفهم طبيعة المشروع الإيراني بتدمير القضر جدا وأن نتحت جميعا في إطار المواجهة الشاملة والقوية والعنيفة جدا لحتى نسخة هذا المشروع لننقذ شعوبنا وننقذ حالنا شكرا شكرا لمدخلتك صديق المستمع يعني رئيس مئاتي لو ما حسب الله راضي عليه كان بشوف مظاهرات خارجي ابن الضاهي عم بطالب الخطة دخل يومي كانوا كتير تصرفوا بأتجاهه لا الحزب بيعرفوا أنه هو يعني هو بصفوفه النقطة الثانية أنه مصبوط إيران وحزب الله أنا بدمروا البلد إذا مشوف شو رابط بين المواطن والدولة هو الإدارة القضاء المدارس المؤسسات الرسمية الضوان الاجتماعي كلها تدمرت هيدا ناتجة عن أي سياسة هاي سياسة ممانع والمواجهة أدت إلى هذا الدمار مصبوط لعم بقوله أنه سياسة الحزب هي يعني تجويف هذا النظام لا تتوجه نحو نظام جديد إذا فتنا بفراغ حكومي ومثم فراغ رئاسي تقيم بحث تركيبة متكاملة منها النظامة منها على غيرال الضوحة رئيس مع حكومة عبدو كحال منوجه تحية كمان من خلال عبدو لكل اللي عم بيشوفونا لايف على الفيسبوك وبتمنى عليهم كمان يعملوا مدخلات أكتر وأكتر بيقلك بيعتقد المنطقة رايحة على مرحلة سلام شامل ومن ضمن إيران ومشكلة لبنان أنه رح يصير تحت سيطرة حزب الله يلي رح يوقع اتفاق سلام مع إسرائيل شو رأي أبو فاضل بهذا التوقع والتصور اللي عم بقوله هو من الخيارات المطروحة يعني اللقاء العربي الأمريكي بدو ترح مواضيع المنطقة لبنان قداش حجمه بهذه الأجندا أي نقطة 70-30-50 لاحظنا بكل جولات ولي العهد السعودي أو بكل لقاءاته يعني قادة هذه الدول أردوغان السيسي الدوحر الإمارات البحرين كلها كان ديما الكلام عن موضوع يطلع كلام بالبيانات عن لبنان يعني لبنان موجود هل أنه السعودية يعني تعالج موضوع اليمن بهذه الطريقة اللي هي فيها يعني تفاهم وضبط لموضوع اليمن وحزب الله يعني مثلا يتمدد في الداخل اللبناني ترى التسويرات نحن نحكي من هناك اليوم المطلوب كمان مش بس إنه إذا حزب الله بده يسايتر حزب الله هذا هدفه حزب الله كان قبل الانتخابات عم يشتغل على كل نيابية إنه هي تاخد محل ويكون مواجهة عنده من هون مطلوب قد قوة اللي هي مواجهة لحزب الله وينية وين قد قوة إذا بدي أتغيرين وين لنك كمسروع السياسي إدارة وين الناقات كتائب نعمة فريم وين 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 الشباب كلهم صوا هنحكي الوقائع عايشين بخلافاتهم والدولة عم تسقط لا فيك تحمل المسؤولية رح يصيروا اخر شي رؤسة رؤسة هاودل القوى السياسية رح يصيروا اخر شي مطوقين صار فيه استحققان استاذ سمو ابو فادل بيان عن فشل بس مش كل العالم تتحمل مسؤولية الفشل فيه ناس سمت وفيه ناس ما سمت فيه ناس صوت بس خليني ما بدي ضيع الموضوع خليني تابع بموضوع تأليف الحكومة بس هكتا نختم فيه يعني اليوم مين بده حكومة ومين ما بده حكومة ما حدا بده حكومة ما حدا بده حكومة نجيب مئاته ما بده جبران باسيل ما اليوم عم بيهدد انه بده يسحب وزراء المسيحيين هاي دي جزء من عمل السياسي بما سهوة والضغط ويعني اللي قلت لك هو عنده يعني اداء سلبي اكيد بس هو لو ضامن مع نجيب مئاته عدد الوزراء انه بتتشكل حكومة بعد جمعة كان سماه وما كان اوص عليه قبل وما كان يعني شهر فيه به هالطريقة اللي بات كيف الحكي عنه عنه عن فساده عن اكتير يعني صفات سيئة يعني قط شمعه كمان عم يتحرر منه هو خلينا نتابع مع كمان مداخلات المستمعين مع المداخل الصوتية بعتقد صح مروان تفضل مساء الخير اهلا وسهلا مروان اهلا وسهلا مروان مساء الخير اذا فسد الملح بماذا يملح فاساءة الصغار بهذا البلد ما بتتعدى عدة اشخاص واذا سرقوا سرقاتهم ما بتتجاوز الارقام والاصفار المعدودي اما اساءة الكبار تشمل الوطن كله وسرقاتهم بتقدى الى اهتزاز ميزانية البلد ولكم تعيش المواطنين برمتهم والفساد والخلل ما بيأتي من القاعدة بيأتي من القمة او من القمم الوسطية عملا بالمسأل القائل فساد السمكة يبدأ من رأسها السيد سيمون انا بس بدي تعطي نصيحة من بعد امرك للقييمين على خطة التعافي اللي هي يعني شغلي عب يضحكوا على العالم هلني برأيون هاي دي الخطة هل هي بدي تأدي للمخرج من الازمة ويصعد مساك وتنعيد على جميع اللبنانيين بالخير بعيد اضحى مبارك من ضم صوتنا من ضم صوتنا لصوتك بهذا الموضوع بالزيت منعيد كمان كل اللبنانية بمناسبة تعيد القطحة المبارك عيدك لألك تحديدا بدي اشكر مدخلتك مروان طبعا عم بقوله يعني أنا قلته والناس كلها قاله ونس بسسته عشياء يحكوا عنه بس للأسف يعني كبار السارقين والمجرمين بقلوا بالسلطة ونحموا ورجعوا تشارع عنه وواضح انه من حطة التعافي من اللي بنيها رئيس ميقاتي ما فيها رحمة يعني فيها فيها تجنة فيها ظلم على المودعين الصغار والوسطيين في فلسفة عنده يعني يعني مبينة انه ما في عنده رحمة طيب كمان سؤال على من المشاهدين بيقلك هل تؤيد مشاركة القوة التغييرية في الحكومة هن طارحين الفصل بين النيبا والبزارة مش أنا مش كنواب أو ممثلين عنهم أنا بفضل بتفضل حتى مشاركة كل الحزب لا إذا عم تقول ممثلين عنهم إيه لأنه أنه أقل شي إذا بمواضيع العام موضوع السلاح الحزب ما حكي لجرادة أو بموضوع آخر يعني حالي مقاقول عنده خلفية يسارية أنه بيانت وقت 14 أنه بعدم تسمية نواف سلام أنه هو 14 أقل شي إذا كانوا أصلاحيين قدرين يوقفوا ضد تركيبتنا بالداخل ضد تركيبتنا إذا تفيها ممون ضد تركيبت حزب الله للفساد ضد صفقتنا جيب ميقاتي مش غلط يعني مع أنت حكومات الوحدة الوطنية مش وحدة وطنية أنا معقول حكومات سياسية أنت عم تقول مشاركتن هو عم بيحكي موقف مبدأي بس أنا عم بيحكي هلأ بشكل عام أنت مع حكومات سياسية حكومة سياسية تكون بالبلد ما عندي مشكلة أنا ما عندي مشكلة فيها أبدا حكومة وحدة يعني معينة بلاك جيب من قوة سياسية كده سوا أنا فيه دائما فيه نيونس بالبلد بيقلك أنه إذا جبنا صفتين على الحكومة ما بيعرف يحكي وبدو يراجح أنا عم قول فلتكن أي حكومة فيها تعالج موضوع الناس بتقول هاي ما بتقبل التكنقراطية تكنقراط مثلا هي بتحل المحال طب شفتنا وزير الطاقة اليوم قدي شوفي مثلا بعيد عن الحنكة القدرة يعني شخص نيف عم بتعطب يعني ما عم دينه يعني فيه هون إشكالية يعني بدك القوة السياسية بيقول لك أنا بدي حدا يكون موجود عندي يعني أنا ما فينا هلا أن يحدد لك أنه حزب الله بيبعث تكنقراطية تؤيد اليوم متل ما مطروح ست وزراء دولة سياسيين بحكومة الرئيس مقاتي متل ما بيطرح طيار الوطني مش ورد هالفكرة مش ورد مش ورد حيث ما مشي العون ردله لغم تاني إنه بدنا نجيب عن التيار وعن القوات وعن الأكتائب وعن الاشتراك ما عرف كيف ما أتعاق منهم هلأني وأي مذهب يعني بالنتيجة اليوم بملف كل شي عم بيصير بملف تشكيل الحكومة لا حكومة استاذ فيه ضحك على العالم أنا مستغرب الناس كيف بعدها ساكته الدولار اليوم طلع لأ لأ كان ألف وخمسة صارت ثلاثين ألف من ثلاثين ألف إلى ثلاثين ألف بالساسة عمين وتسعين بطنطن كل الإعلام قالوا تراجع سعر البنزين الناس تخدر يتخبز ما فيه دون يحقون الاتصالات والاتصالات يعني خليوني يفوتوا على الاتصالات النواب التغييرين أكتر من غيرهم يشوفوا كم صاحب قوة سياسية كم صاحب مصدح القوة سياسية عنده شوى هيدا عنده الواتس أب هيدا عنده التاكس بالواتس أب هيدا عنده مثلا عنده رومنج هيدا شركة كل واحدة لفريق يفوتوا عليها يكشفوها يفضحوها أداء للقوات التغييرية مش قوي مش قوي فيه ما بده زكي يعني فيه نائب بيروت جيد فيه نائبة بيروتية جيدة إذا بدك هوداللي شوية أكتب فيه واحد شاب من الشمال هكت أكتب فيه ثلاثة أربعة يعني عندهم لمعة عندهم لمعة بقيم بعضهم بعضهم يعني إذا هالوطيرة بدي يخدوا فيها معارك وبيجد قوة سياسية جوا يعني ما في نكمله طيب خليني روح يعني إذا قلنا ما في حكومة في عنا استحقاء بيبدأ بأول أيلول انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم يعني رايحين على بقين على حكومة تصريف الأعمال حكومة تصريف الأعمال بده تأمن بالإضافة للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي تواكبه بده تأمن كمان تواكب انتخاب رئاسة رئاسة الجمهورية خاصة إذا صارت وإذا ما صارت لأنه رح يكون إلى دور بالمرحلة المقبلة أكبر بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية أول شي رح تصير انتخابات رئاسية بده تبدأ الجلسات رئيس مجلس نور بنبيه بري بده يدعي وهو أرسل خيو محمود بري يعني سال في لقاءات معه مع مسؤولين بري فاتيكانيين هلأ باللبنان أو بره هذا معلوم مع فرنسيين ايه ومع فرنسيين أنه أنا كرئيس مجلس نور بنبيه بري سأبشر بالدعوة لعقد الجلسات أنتوا كناس عندكم دور البعض يقولون هذا تدخل بالسيادة أنه أنتوا عندكم دور يعني حفظوا المسيحيين على وصول إلى رئيس الجمهورية بسلام يعني مرشح موحد أنه هذا عم بحكي معلومات هو عم يعني هو حسنية هو مسؤولية كلام أنه أبدأ رئيس نبيه بري بري بتجاه هذه القوة أنه أنا مستعد ويجب أن نصل البلد لا يتحمل رحوح لفرص المرشحين وكيف ممكن تنخذ معركة رئيس الجمهورية على كل الجبهات جبهة 8 أدار لأنه في مرشحين بارزين وعلى الجبهات الأخرى كيف ممكن نعمل هذه الخلطة كلية وشو رأيك بالأسماء المطروحة بس خليني تابع كمان مع مداخلات المشاهدين والمستمعين كمان اتصال تفضل بتوطي لنا شوي صوت الراديو أو التيفي من عندك أهلا يعطيكم لايف أهلا أهلا في أنا مواطر عادي بس أنا حبيته يعني في عندي مداخل زيني تفضل تفضل عمي اسمه عملوا نسخة إلى 50 ألف جديدة وقائد الجيش أخذ نسخة لغبتك البطرك بوقتي عنديش وضع كلامي قلتلهم دولار 50 ألف عمثاني صار دولار 50 ألف 30 ألف اللي هني عمثاني غليت تنكية البنزين قلتلهم تقصم البلد ما حدا يشاري عنديش وضع كلامي غلى البنزين تقصيم البلد اللي بيقولوا عنه أضغر من أن يقصم وأكبر من أن يبلع وهلأ بقولوا كمان وأنتو شهود على كلامي الصغير والطبع الحاملة ما منوح تسكن بالعاصمة العاصمة للأغنية بكرة هذه كلها المناطق ما تتهدم أنا مواطن عادي أمي مش بتعلم بعد في عندي مقارات كتير واللي عم بقولوا عندي شهود على كلامي شكرا شكرا لمدخلتك صديق المستمع مواطن عم يعطي رأيه عم بيصير اليوم عم بيجوع العالم عم تظهر من حد من حد من العاصمة موضوع رأسي مفتوح يعني يعني عا كتير أسماء طيب خليني خليني فرص وصول مرشح لتماني أدار مثل ما صار مرة الماضي موجودة اليوم اليوم في مرشحين بارزين بارزين من تماني أدار هن الوزير النائب جبران باسي الرئيس طيار الوطن الحر ورئيس طيار المرادة سليمان فرنجية اليوم محصورة بين هون الاسمين برأيك منا محصورة بفريق تماني أدار منا محصورة متقدم هون سليمان فرنجية بمسافة يعني جبران باسيل شخص مخطوط عليه أو بيت فسد مكروه من كد قوات سياسية يعني محبوب من حزب الله لك حزب الله ما بحب ليش بأأملنه يعني اليوم هو بالتباعية اللي عندها جبران باسيل شو بأمل لحزب الله مصارح كيف يعني تباعية حزب الله اليوم سليم لا كيف رحقوله 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 أنه يا خيي حسن نصر الله عنده مينيشيا عم بتقاتل باليمن وبالعراق وبسوريا بيطلع بيقلك مش نعون أو حسن أو جبران باسيل نحن حلفة ما فيك تكون حليف إذا مش متوازن أنت بقعدة معايير هني عملة لحزب الله أنا عم بيقلك من إني يا خيي التيار الوطني واقع عم نحكي واقع أنا مبارح العامل تويت جبران باسيل أنه نريد أنه غير النظام من هيك أنا عم بيقلك تهمه بالعمالة لأنه رديت عليه بالتويت أنه مش مطلوب تغيير النظام مطلوب لقلك محاكم نورنبرج عم بيحكيك وقائع على مواطن هو مبارح أي لها هاي المحاكم لكن ما نقسي إلى وطنه قبل الانتخابات النيبية أستي جورج بيطلع جبران باسيل كان يوم ثبت عم يعلوم أسماء مرشحينه بيقول نحن بدنا نغيير النظام اللي قلن بارح بالتويت بيطلع الشيخ نعيم قاسم يوم أربعة بيبيين أو بيقابول إذا أصحابنا بدوا يغيروا النظام نحن معنا مش كم نقيدهم جبران باسيل عم يسحف عند حزب الله طيب خليني عم يسحف تفكره أنه بتغير النظام وهو بغطي بيعطوا المسيحيين نحسة اسمه شي صلاحية في اسم جمهورية مش نافعة ومن ثم بيكون طارت كتير مناصب المسيحيين هذا الإنسان يجب أن يحاكم هو وميشيل عون هيك تستمر الدول وغيره وطرح كمان خي غيره غيره بالفساد رح حكي عن غيرهم بس خليني هون كمان طرح انتخاب رئاسة الجمهورية على دورتين من الشعب كل ما يؤمن هذا خلصنا من جمهور فرنجية قادر التيار يعني قادر حزب الله أولا يأمل عدد من أصوات حلفائه رئيس نبيه بري زمن ترشيح أو انتخاب رئيس ميشيل عون وعندما قادر كان ميشيل عون ما فيك تنكر أنه كان وقته تنور كبير شخصية كبيرة يعني حجمه كبير دعمته القوات اللبنانية دعمه طيار المستقبل نبيه بري رغم الضغط الإيراني علىه والضغط السوري علىه والضغط حزب الله لم ينتخب ميشيل عون فإنسان لم ينتخب اليوم جباران بسيل أول نقطة حزوز الفرنجية حزب الله ما قالك حزب الله قادر يأمن أصوات جباران بسيل لصالح الفرنجية وفرنجية عم يعمل فيه ناس الفرنجية عم يشتغلوا على خط سوريا الإمارات مع السعوديين يعني ممكن أنا ما عم زكي أنا كلامي ما بيجيب رئيس عم لك مؤمن المتقدم بتمانا قدر حتى السنة اللي هني المحسوبين على سعد الحريري بقيدو سلمان الفرنجية عم بحكيك أنا بالمعلومات بالتوازنات وبدأي لأشار لأساس وقت رحوا على تسمية ناجيب مئاتي سمي 54 شخص بس وقت صار فيه انتخابات لرئيس برري أخذ 65 نائب الرئيس 65 لو ما فيه لو ما فيه 2-3 قاله كيف يعني ميشيل ظاهر قال أنا انتخابت اللي يسنة قاله صديقي حليم قالت ما بدي بس علي حسن خليق داي أخذ 90 صوت غازي زعيت 24 صوت فإذا ما سيكون فيه سفقات وفيه قبط باط وإيران بدأ تهجن بمرشح لقاسة وحزب الله وليهجن بدأ مرشح لقاسة إذا كان فيه البلد يعني قبط باط بيقطع فرنجية بيقطع فرنجية حتى لو اليوم عنده نايب واحد ما هذا المعيار ليس هذا المعيار ينسي اليوم ما عنده نواب مطلحين على لقاسة اليوم من هون قبل لازم 14 قدر تهيئ يعني فيه مقولة الرئيس القوي الرئيس الأكتر شي بيمثل بطيفته وهذه مقولة بتحقها رئيس طيار الوطن الحر بيانيت استي جورج أنه فيه ناس عطيهم وهو الناس يعني حقهم بالاختيار بس ما بقى فيك الترجمة إلا بخدافها يعني مين ما إجا من هالأربع المطل اللي عم تم التداول فيهم لرئيسة الجمهورية هلأ اليوم إذا إجا إذا إجا أربعة صارت إذا إجا لأ هوا أربعة رؤسة الأحزاب يعني إذا إجا سنة من الفرنجية فيه رهان أنه يصطدم بفريق 14 قدار يعني مخلفات 14 قدار فيه كلام اليوم أنه إذا إجا إذا إجا شو اسمه عفوا جبران بيسيد كمان إذا إجا سامي جميل أنه جارجع ببلش من 19 صوت مثلا فرنجية مبارف إذا إجا معه جبران بيسيد عنده هالعدد سامي والتغييريين فيه 7-8 تغييريين عم بقولوا بينتخبوه مع أنه مستقلين مع أنه مستقلين كمان كل واحد بينهم طامح بدتتوح ساعتا على صفتاني طيب خليني أرجع إختم إذا قلتلي أنت مش بس محصورة بجبران باسيل واسلامان الفرنجية هيته بـ 8 أدار بـ 8 أدار مين الأسامي فيه ما فيه بـ 8 أدار بس فيها 2 بس هاي 2 لأنه أنا فهمت بالأول أنه بوجهم سيكون فيه بوجهم غير موضوع هل رح يقدر القوة التغييرية والسيادية والمعارضة أنه تتفق على مرشح وحيد واحد لرئيسة الجمهورية هالشي اللي ما قدرت عملته بالاستحقاقين السابقين هني انتخابات نيابة رئيسة المجلس ورئيس المكلف وقت سميت قبل شواري القوات والكتائب والتغييريون استراكي أمعتني أنا كنت عم قول معقول أنا أستاذي مو أمعت لأنا بحكي بالمعنى المجلسي أنا معمول بالمعنى أنه إذا كتائب سموا أو التغييرين سموا القوات ما سموا أنا بحكي عن استراتيجية يعني بارح بقال لي وزيد سيبا بأربع عشر قدر قال لي خي لازم يكون عنا نحن استراتيجية تشح فنجية أو جبران أنا بسيل لازم يكون سمير جعجع طبعا كيف يعني سمير جعجع أنا ما فينا أقول سمير جعجع زيح أو مزيح أنه خي مش سمير خي إذا سميت عزبت بس صار تايد بالانتخابات الألخير و18 ونزلوا على المجلس وصوتوا لسمير جعجع وإخر شي سمير جعجع رح صوت أوكي أوكي أنه آخر شي خي هاي صفقة أما صارت وراء هنا خي تفوق عفل 19-14 قدر حطوا حدا بوجه 8 قدر حطوا حدا بوجه 8 قدر سمير جعجع بارح إذا سمير جعجع أنه أذن موصل فتح باب للتسوية أكيد مسامي مش هايجي دعم مسامي جميل عم بعطيك عم قول أنه في أسماء تقلدية مطروحة تبقى كيف أنه بدك إذا مش مهم الأسم مهم الوحيد لأ أنت بدك بلش بالمعركة هيك أول شي إذا فرنجية قاطع بيكون قطع إذا ما قطع أنت صار عندك توازن صار فيك تفاوض على أسماء تبقى شو بقصد يعني خاصة إذا فدت بالفراغ إذا فدت بالفراغ الأسماء مش كتيرة يعني قبل أو بعد يعني الأسماء هي إذا بدك بيت ما بقوله أنا ما بقول صف أول و تاني لهي بيقدروا يتفقوا بس باختصار بيقدروا يتفقوا اليوم على مرشح واحد لرئيس الجمهورية لا لا إلا بدت تتفقوا على رئيس تسوية تسوية بس بس أنه حدا منهم يعني يا بيونطع فرنجية أنا أعمل لك حزب الله سيدعم يتفقوا بمرشح هو عنده حسابات بده مرشح فرنجية يمارس كميشن عون أو بأسطوب آخر منفتح متزن أنا ما بدي هلا أعطينا بس بس جمهورية بده أول جلسة التلتين الجلسات الجلسات التي تالي بده يعني الأكترية المطلقة يعني نص زياد واحد أنا كنت قولها قبل انتخابات النيابية حسبون البعض عم بيحكي انتخابات إنه الترنو 14 عرار كلها أبضيت تجابة ميشيل سنيمان وكل الحكي ومبادئ أبضوا حق ما بدأوا مشوا بميشيل سنيمان بسيروا هجمون أنا عم بيحكي انتخابات مبارح أول مبارح أبو الغايد واسية خارجية مصر أبو الغايد شو بقول بقول أنه حسن مبارك فوجئ أنه القوة السياسية اللي كانت تعترض على فريق الممانعة أبضت بالدوحة كلها سوى وانتخبت ميشيل سنيمان لهي 14 قدر أنا عم سميها أنه أنا إذا بقيد 14 قدر بقيد هالناس اللي منزلوا على الشارع بدهم دولة وبدهم شفافية وبدهم مؤسسات اللي عم بقيت المشيين أخير أنا هاي المفهوم الـ 14 قدر ما أنه عقيدة مثل الحزب القومي ما أنه عقيدة الدينية مثل حزب الله وولاية الفقير مشان هاك عم قل لك إيها أنه هذا الواقع الرئاسي إذا فيه صفقة بتقطع بيّنت قول بالتسوية بيّنت بالتسوية قبل انتخابات رئاس الجمهورية الماضية مين بـ 14 قدر من الإيادات اللي بتساوم ومين الإيادات اللي ما بتساوم صار في اتفاقات تسوي واتفاقات مصلحة إذا فرنجية ينعكس دوره على استقرار بالخريج وعدم إطلاق مسيرات كلها بيعات أنا هلا بيزعل مني يزعل أي واحد عم بيحكي بالنتيجة باللبنان هن امتداد لواقاع خارجية هنشوف فيه يعني مقاطعة جلسات فيه صفتان بعض هودة هذا اللي صار أنه هدك تعمل لك لأنه تقول لك بدي يجي رئيس تسوي يعني تسوي بين مثل ما صار مشال سنيمان بين القوة التغييرية والسيادية وبين أو تسوية إقليمية يعني يا هودة الفريق بقدمه مرشح منهم يا أنه بيصير فيه تسوية تدخل الخيج لأنتخاب رئيس وقاله بكتور السفرات والقوة السياسية مين هي هذة ثلاث أسماء فيه ثلاث أسماء بدك تبلش عم يتحدث أنه صارت واضحة فيه قائد الجي جوزيف عون لهو مرشح ظرف وفيه شخصيتين سياسيتين من خارج أن ما حيوة فيه ناجي بستاني وفيه زياد بارود كل واحد منهم عم بستثمر عنده علاقات بالخليق عفوا بالخارج بالغرب بالفاتيكون بالكنيسة قوة سياسية كل واحد بطريقة ناجي بستاني عنده سياسة هذك عنده نهج هذك عنده رهان لأنه قوة حسب التغيرات قائد الجيش يعني فيه أسماء عم ينحكى فيها مش أنا اللي بجيبها يعني أنا إذا سميتلك زياد بارود طيب نحكي نعالج الموضوع من غير زاوية هل الظروف الإقليمية والدولية تسمح بانتخابات رئاسة جمهورية بالوقت الحاضر بعد الفراغ بنحكى بموضوع رئيسة جمهورية رح نمره بمرحلة إذا حزب الله تمكن من أنه يمشي ما فيه ما فيه رئيس بيقطع قبل انتهيت العهد إلا فرنجية إذا تأمن لقل له هذا العدد أنا عم بحكي وخاصة قوة تانية عم تقول ما بدأت قاطع كلنا عم بقول ما بدأت قاطع القوات عم تقول ما بدأت قاطع الكتائب المستقلين التغيرين ما بدأت قاطع إذا ما تأمن هذا العدد نحن رحل لمرشح تاسم ساعتها بتفوت بالفراغ الوضع عم متفاقع مع الساحة طبعا مش مطلوب يصير سبعة أيار يصير فيه دم بالبلد بس ساعتها الدول المعنية بوضع لبنان واقتصاد بدأت تخط إيدها على عدة أساس لقلو رح تتدخل إنه تفضل وعمله رئيس بروها فيها ثلاث أسماء بنقى واحد منه ما عندك خيارات ما أنه ما فيك تسمي أسماء أستاذ سيمو أبو فاضل يعني قربنا ننتهي من حلقة الليلة والحديث دايما مشوق معك بس إنه نحن حكينا عن الوضع على الحدود والمسيرات وملف الترسيم قلتلي ما كتير فيه أفق بهذا الموضوع ما بعرف خلينا نلخص شوي حكينا عن ملف تشكيل الحكومة قلتلي الأجواء ما حدا بده حكومة وعطيت الأسباب اللي حضرتك قلتها عم نحكي عن ملف رئيس الجمهورية عم نقول إنه رايحين على مرحلة فراغ وبعد الفراغ ممكن إذا ما قدر تكون دقيق حزب الله وصل مرشحه مرحلة فراغ وبعدها بيكون فيه مرشح تسوية بس بظل هيدا الواقع كليته الشعب اللبناني عم بعيش تحت وطقة الغلاء الفاحش بكل القطاعات يعني من المحروقات للاتصالات لجي الخبز كمان إذا لقى بكرة يمكن ينقطع تحتى كمان يرجع يرفعوا الدعم عنه الثورة الهامدة هل يشعلوها الغلاء الفاحش هيدا آخر سؤال لك فيه ثورة مستقيلة وفيه ثورة مدجنة اتنينياتهم اليوم غيبين عن دورهم عدل إياها ده ثورة مستقيلة وثورة مدجنة ثورة داخل المجلس الثورة المستقيلة دجنت برأيك الثورة المستقيلة هي التغييرين لأنا براهن عليهم وما فينا نحملهم نعبق الثلاثين سنة واثنين وثلاثين سنة هاودي ناس شفافين هلا فيه خطأ اي بس فردي يكونوا هنا لازم يكونوا الأمبريون هي للتغييرية للتغييرين فيه ناس بيشبهوه فيه المستقلين فيه تشابه من هون فيه امكانية بس أنه فيه ناس المدجنين كيف اللي قاعدوا بيوتهم تعبوا قالوا شو بنا نعمل رجع طلعنا بيجنة مئاتي طلعنا بيجنة فلين ما رح يتغيير شيء هاودي مطلوب بعد من القوة الحية اللي اشتغلت بس 17 سن ترجع توقف حدن ما تخليون يشحلوا في الخفز اللي هيك عم بسير استسموا أبو فادل أنا انتهى وقت بدأ أشكر حضورك ناشر موقع الكلمة تحيير لأكلها زملاء بموقع الكلمة تحيير كبيرة لألكم بنهاية اللقاء أطيب التحيات مني جورج العلي وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إذا ألا رب ترجمة نانسي قنقر